أهلا بحضراتكم بعد هذا الفاصل وأرحب بضيفي دكتور أحمد وأبدأ النقاشي معه يعني دكتور أحمد بعد عامين من الصمت تستأنف المحادثات مرة أخرى بين الكوريتين ربما لإنهاء حالة التوتر التي سادت شبهة الجزيرة الكورية خلال العامين الماضيين ما سبب انقطاع هذه المباحثات على مدار العامين الماضيين وما الذي يعنيه إعادة الخط الساخن بين الدولتين الحقيقة دي بارقة أمل مهمة في الأزمة الكورية الأزمة الكورية جعلت العالم يقف على أطراف أصابعه خلال العام الماضي تقريبا منذ مجيء الرئيس الأمريكي ترامب إلى السلطة خلال هذا العام الماضي أجرت كوريا الشمالية سادس تجربها النووية وأجرت أكثر من عشرين تجربة ساروخية كانت أخرها في 29 نوفمبر الماضي هذه التجربة كانت لساروخ باليستي بعيد المدى يقال أن تشير التقديرات على أنه قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية وبالتالي نحن العالم اقترب بشكل كبير للغاية من تمكن قوريا الشمالية من تطوير سلاح نووي وساروخ باليستي بعيد المدى يستطيع حمل هذا السلاح النووي إلى الأراضي الأمريكية طبعا هناك تفاوت في تقديرات الخبراء بشأن فعلية أو حقيقة هذا الأمر ونجاح كوريا الشمالية في هذا المجال لكن على الأقل نحن في بداية هذا العام نجد قوريا الشمالية أقرب كثيرا إلى التحقق هذه الإمكانية هذا يمثل تهديد جدي وخطير ومباشر للأمن القوم الأمريكي لأن هناك حالة حرب قائمة ما بين الولايات المتحدة وقوريا الشمالية حد هذه اللحظة ومنذ نهاية الحرب القورية في 1953 وبالتالي أصبح الأمريكان لأول مرة تحت خطر أو تهديد أن تصبح قوريا الشمالية قادرة على ضربهم بالقنابل النووي طبعا رئيس ترامب خلال العام الماضي كان واضحا في رغبته في ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والعسكرية والسياسية على قوريا الشمالية تمثل ذلك في إصدار مجلس الأمن عدة قرارات لتجديد الحصار الاقتصادي على هذه الدولة وضغط على حلفاء أو شركاء القوريا الشمالية من أجل تنفيذ هذه العقوبات وأقصد بالذات الصين فالأول مرة نجد أن الصين لا تستخدم حق الفيتو وتؤيد كل قرارات مجلس الأمن الهادفة إلى تجديد الحصار على القوريا الشمالية ما حدث في بداية هذا العام؟ بالذات الدولتين منذ فترة طويلة تعارض انتلاك قوريا الشمالية للسلاح النووي هم ضد الانتشار النووي ليس فقط في قوريا الشمالية ولكن في العالم كله وبالتالي كانوا واضحين منذ البداية تجاه قوريا الشمالية أنهم لا يقبلون بقوريا شمالية نووية ولكن اعتبارات الأمن القومي لقوريا الشمالية ربما جعلتها تندفع في هذا الاتجاه لحماية النظام الحاكم من إمكانية قيام الولايات المتحدة وحلفاها في شرق آسيا بالانقضاط على النظام الحاكم بغدف تغييره وبالتالي الوضع معقد للغاية الاعتبارات المصلحية لكل دولة تتصادم إلى حد كبير ما حدث في بداية هذا العام هو أن ربما تأثير العقوبات الشديدة المفروضة على قوريا الشمالية دفع رئيس قوريا الشمالية للتلويح بغزن الزيتون كما ذكرتم والحقيقة خبراء الشأن الكوري يؤكدون على أن هذا التلويح مجرد تحرك تكتيكي وليس تغيرا استراتيجيا في الوضع هناك هم يشيرون إلى أن التوقعات بانهيار الاقتصاد في قوريا الشمالية بقدوم مارس القادم نتيجة طبعا العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وتقليل صدرات النفط والمشتقات البترولية الموجهة إليها وبالتالي هم يحاولون البحث عن منفذ خلال هذه الفترة قبل الوصول إلى حالة الشلل الاقتصادي الكامل نعم طيب دكتور أحمد الولايات المتحدة من التفاعل بشأن هذه المحادثات وبرضو هل لنا نتفاعل وأن نتوقع أن يتخطى أو تتخطى هذه المحادثات مسألة الانضمام أو مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشيطوية القادمة وتكون هذه هي البداية فقط في انفراج الأزمة الحقيقة العدو الرئيسي لكوريا الشمالية ليست كوريا الجنوبية العدو الرئيسي لكوريا الشمالية هو الولايات المتحدة وبالتالي لا نستطيع توقع الانفراج في هذه الأزمة دون حدوث مفاوضات مباشرة ما بين الأمريكيين والكوريين الشاملين ربما تفلح الجولة القادمة في المفاوضات بين القوريتين في تحقيق منافع بسيطة في تخفيف التوتر بين الدولتين على سبيل المثال يمكن بعض الخبراء يتوقعون أن تطالب كوريا الشمالية بإعادة افتتاح المجمع الصناعي في كاي سونغ وهذا المجمع كانت تعمل فيها الشركات الكورية الجنوبية باستخدام العمالة في كوريا الشمالية ولكن هذه الفكرة الحقيقة تلقى معارضة شديدة جدا من جانب ربما كان هذا من ضمن الإسلام في توقف المفاوضات منذ عامين نعم عندما تصعد التوتر بين الجانبين وتوقفت المفاوضات الرسمية في ديسمبر 2015 كانت الخطوة التالية هي تجميد العمل في هذا المجمع الصناعي في بداية عام 2016 عندما قامت كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية الرابعة كانت هذه التجربة بمثابة القشة التي قسمت زهر البعير في مسألة التعاون الاقتصادي ما بين الجانبين ومنذ هذه الفترة وحتى الآن هذه المنطقة مشلولة عن العمل نسبة كبيرة من العمالة في كوريا الشمالية يعني تعاني من البطالة نتيجة توقف المصانع في هذه المنطقة الصناعية وبالتالي هناك توقعات بأن تطالب كوريا الشمالية بإعادة افتاح هذا المجمع في مقابل تمن كل شيء يعني تمن يعني في المفاوضات مطلوب هي تراهن على أن قوريا الجنوبية ترغب في إنجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنظمها في الشهر القادم زي ما حريك عارف أي دولة بتنظم دورة ألعاب أولمبية بتحاول أن تظهر أفضل صورة عن الاقتصاد والأماكن السياحية والتقدم التكنولوجي بها وبالتالي سوف يؤدي إجراء أي تجربة ساروخية أو نووية خلال فترة انعقاد هذه الدورة إلى تدمير ما تسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيقه من وراء تنظيم هذه الدورة وبالتالي هناك منفعة حلة أو ملحة على صنيع القرار في سول من أجل التوصل إلى اتفاق ما لعدم إفساد هذه الدورة هنا تستغل كوريا الشمالية هذه الرغبة في فرض شروطها أو محاولة ابتزاز كوريا الجنوبية بشكل أو بآخر لتحقيق بعض المنافع الاقتصادية لعل وعسى تفلح في تحسين أو ضحة الاقتصادية شديدة السوق في الوقت يعني كلام حضرتك دكتور أحمد يشير إلى أن هذه منفعة لفترة محددة نعم هذا يعني تحرك تيكتيكي من كلتا الدولتين والدليل على ذلك أنه لم يتم التطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة البرامج النومية والصاروخية لكوريا الشمالية كل ما يقال هو الرغبة في استئناف الحوار والعودة إلى مائدة المفاوضات واستكشاف يعني سبل استئناف العلاقات ما بين الدولتين ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر كلمة واحدة عن البرامج النومية والصاروخية لكوريا الشمالية وهي أصل ومحور الأزمة الكورية طيب لننحي النقاط الخلافية الرئيسية ما بين الدولتين إذا كانت امتلاك الشمالية لأسلحة نووية أو التعاون العسكري ما بين الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ونتحدث عن الوضع الإنساني هناك اتفاق مبادئ تم توقيعه بين الدولتين في سبعينيات القرن الماضي نص على لم شمل العائلات المتضررة من الحرب بين الدولتين هل هذه النقطة ربما تكون مطروحة للنقاش خلال الفترة القادمة أكيد هتبقى مطروحة وهي طول الوقت على مائدة المفاوضات ولكن التطورات الأخيرة في سنتين الماضيتين أو ربما منذ تولي الرئيس الكوريا الشمالي الحالي كيم يونج أون للسلطة في نهاية عام 2011 تشير إلى نوع من أنواع تردد الرأي العام في كوريا الجنوبية تجاه مسألة الوحدة والكورية بشكل عام هم أصبحوا يدركون الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي ما بين الكوريتين لو حضرتك تعرف أن متوسط الدخل السنوي الفرد في كوريا الشمالية هو 1350 دولار في السنة وهو في حين أن المواطن في كوريا الجنوبية مستوى دخله أكثر بـ 22 ضعف يعني فيما يقارب 40 ألف دولار وبالتالي هناك فرق كبير في الحياة الاقتصادية طبعا الاقتصاد الكوري هو رقم 12 أو 13 في العالم بينما الاقتصاد في كوريا الشمالية هو في المراتب الأخيرة أو ربما في زيل قائمة 190 دولة التي يجري عليها طيب دكتور أحمد وسريعا مدى الاهتمام الأممي بهذه الخطوة وهل يكون إلغاء بعض العقوبات مدخلا للتهدئة؟ لا أتوقع أي تغير في مسألة موقف المجتمع الدولي من العقوبات على قوريا الشمالية لأن كما ذكرت لحضرتك الأصل الأزمة لم يحل ولم يتم التطرق إليه أيضا الولايات المتحدة بتراهن على تجديد الحصار الاقتصادي بغرض إسقاط النظام في قوريا الشمالية وبالتالي قامت نظام بديل يكون والي لها ولحلفائها في المنطقة وبالتالي لا أتوقع على الإطلاق أن يحدث تحصل في التواصل شكرا جزيلا لك